القانون الانتخاب المعروف اللي هو وقت التصويت طبعاً وقت التصويت كان جداً مهم وهذا قانون انتخابي وقت التصويت حسب ما بلغنا بيه في وضيع المستقلة للانتخابات أنه من الساعة الثامنة حتى الساعة السادسة وفي بعض الأحيان قالوا أنه من الساعة السابعة إلى الساعة الثمانية هو وقت التصويت للموظفين الاقتراع وممكن أن يدخلون ناخبين ماكو اي مشكلة بالموظف ولكن وقت الاغلاق هو الساعة السادسة مساء هذا الشيء القانوني المعروف قد يكون يمدد خمس دقائق وإذا يمدد أزيد لازم بقانون أو بكل الناس تعرف به ولكن احنا نتفاجئنا أنه وجود بعض الشرائط اللي بيها وقت اغلاق المحطات هو الساعة السابعة والسادسة والنصف سابعة والنصف وقد يكون يوصل إلى الثمانية إلا حسنا ناخلنا الشرائط مثلا ركزني على هذا الشريط وقت الاغلاق الساعة سبعة تساطعش أي ساعة سابعة نجحنا وقت الاغلاق ساعة تساطعش وتسعة وأربعين دقيقة يعني ساعة ثمانية إلا عشر ممكن أن تشوفها هي وجودة طبعا كل ال ساعة سبعة وتسعة وأربعين دقيقة يعني ساعة ثمانية إلا عشر ممكن أن تشوفيها هنا هنا أيضا هذا ساعة سبعة وتسعة دقائق إذا كانت طولت وقت التصويت أريد أن أعرف الوقت الذي استغرقته في وقت التصويت آني صوتت وكانت أنا الحمد لله وشكر بصمتي وعارحة استغرقت بين ثلاث دقائق هاي قلاء أربع دقائق قد يكون آني بطيب أسرع واحدة إذا أعرف إذا كانت طول استغرقت بالتصويت دقيقتين طيب إذا كان دقيقتين وقت التصويت ماهلا هاي الدقيقتين لو نفرض أنه ما شاء الله الأقبال كان جدا سريع والناس وفي الطوابير كي سبيل أنه الصوت طيب وظهرت البصمة وكلها بايومتري ما رح نقول البطاقة الكتروني ومستبسكات كلها كاملة وسريع ويعرفيق ويكتب وكان سريع بالتصويت والعجلة جدا 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 سريع ما بيأي مشاكل وكلهم عندهم غسل لهم المواعين بالبيوت حتى ما يصنوا مواعينها وما يصدموا طهرات حتى البصمة لا تكون وارحة وما يشتغلهم بالزراعة ومناطقهم موريفية يعني بصمتهم وارحة طيب إذا هنا بهيك حالة وقلنا دقيقتين شنون يصوطنه لاحظ لي هنا هذه اللي موجود على المحطة هذا عدد الناخبين الكل هنا عدد الأوراق الأقتراع داخل الصندوق 393 ورقة طيب إذا نضربها ضربة بجمع نستغرق ونقول كل واحدة دقيقتين دقيقتين يعني ساوي تقريبا 786 دقيقة أي 13 ساعة و10 دقائق هذا مثل ما قلنا ماكو توقف ما عدنا أي مشكلة ماكو أي بصمة غير واضحة ما عدنا أي مشكلة يعني بكل التصويت والناس واكفة طوابير وماكو توقف طبعا هنا علينا بالشرائق وكل المرشحين أيضا صارتهم صعوبة في جمع الشرايط لمراقبين اتعرضوا للاضطهاد للأذية وللمطاردة وبالأخير وبالتالي أنه ما سمحونهم أنه يأخذون نسقل من الشرايط أغلبهم وهذه كل المرشحين طبعا عاما منها وشفت المؤتمرات الصحفية للسادة النواب السادقين وأساء كتل أيضا نفس المعاناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة